جملة في منتهى الأهمية علىها يمكن الناس ما خدتش بالها لكن بعض من الجهاز الفني أو بعض من محلل الأداء في نادي سانداونز كانوا بيتابعوا النادي الأهلي في كاس العالم للأمدية وسافروا وتواجدوا هناك لأن عندهم مدير رياضي كان سبق لي العمل في تشيلسي رجل دنماركت هاجب لكم اسمه نحاول نجيب اسمه فالراجل عنده استراتيجية سبب تطوير أو تطور أداء سانداونز المزهل والمخيف خلال الثلاثة لأربع سنين اللي فاتوا فيقبل للأهلي يدينه خمسة يقبل للأهلي تاني يدينه خمسة يقبل الزماني يدينه ثلاثة عادي جدا يقبل للأهلي هنا يتعدل معه اتنين اتنين يجي بقى يقول لك اه احنا كسبنا السانداونز واحد صفر مثلا بالعافية والكلام ده كله سواء بقى أهلي أو زماني بتكلم على استراتيجية بيتم وضعها من جانب إدارات الأندية في إفريقيا جاب واحد هو بالأساس له خبرات مع واحد من أكبر الأندية في العالم نادي تشيلسي فبالتالي بقى فيه تطور ليه يعني الأمور مش ماشية كده وخلاص أنا النهاردة اسمه فيلامينج بيرج ده المدير الرياضي ليه نادي سانداونز دينماركي الجنسية وصبق له العمل في تشيلسي يدي الفلوس بقى والدولارات اللي بتتدفع بجد فبالتالي فيه استراتيجي بتبقى موجودة احنا الحمد لله فين جادة قاعد في اتحاد الكورة سنتين بياخد 40 ألف دولار كل شهر النتاج بتاع منتخب الشباب زي ما انت شفته ده المدير الفني الأجنبي كان في اتحاد الكورة بكلمك على منظومة ما بكلمكش على الأهلي وزبالك لكن بكلمك على أكبر ناديين في مصر ومن المفترض في أفريقيا ببطولاتهم وفي الشرق الأوسط فلما تيجي انت النهاردة يجي دلوقتي كمان النغمة اللي طلعة ان النجوم المعتزلين مؤخرا 2006 أو 2008 أو عشرة بكلمك على الجيل ده تحديدا يجي ولبسلك الجاكت والأميس والبدلة وشيك جدا ويقولك انا المدير الرياضي لنادي فلان الفلاني انا هشتغل مدير رياضي او هشتغل مدير مش عارف ايه طب حرتك خدت كورسات حرتك عملت معايشات حرتك انت خارج من الملعب على نجوميتك انت عايز تتولى المنصب لان انت النجم الفلاني فقط لكن انت عملت ايه علشان تبقى مؤهل تاني هقولك ان اكبر وافضل واحد من افضل المدربين في افريقيا وفي تاريخ مصر هو حسن شحاتة اتبهدل واتمرمط وانا اسف ان بقولي التعبير ده لكن انا كنت بشوف حسن شحاتة حسن شحاتة مسك نادي الشمس مسك نادي سويس صعب بنادي الشرقية الشرقية في الزعزي صعب بنادي المقولين لما كان في القسم الثاني ده المسك مزارع دينا احب اكلمك فده الرمز الرمز بتاعنا بتاع التدريب في مصر ربنا يدينه الصح لكن احنا وده كان حسن شحاتة يعني اللي شافه طبعا وهو بيلعب ده ما تكررش ومش هيتكرر ما جاش بقى قالك انا النجم حسن شحاتة انا ايه اللي يخليني اضرب في ناشئين الزمالي و ايه اللي يخليني اضرب في القسم التاني والتالت ايه اللي يخليني انا حسن شحاتة يعني كان هو دايما الخطيب وحسن شحاتة ده في تاريخ مصر كانوا وسيظلوا اسموهم طبعا الكبير في الملائب ما جاش قالك حسن شحاتة انا لا معلش انا نجم انا راجل اسطورة انا ايه اللي يخليني ابهد النفسي واروح عندها بلا امكانيات واعد اضرب عندها في القسم التاني لكن احنا عندنا المدير الرياضي في نادي سان داونز هو المدير الرياضي السابق لنادي تشالسي ده بس علشان نعرف فهتلاقي مسؤول جاب الصفقات ازاي اللعبة الشباب عمل ازاي مدرب نادي سان داونز عنده ستة وتلاتين سنة لكن هو مؤهل ازاي احنا بنتخاني على الرخصة ايه يا جماعة مين اللي موجود فيها ومين اللي مش موجود فيها لكن عموما خلينا نأمل ونتمنى ان النادي الاهلي بإذن الله يتخطع عقبة القطن الكاميروني ونفس الامر بالنسبة لنادي الزمالك اللي هتكون مباراة شباب بولوزداد هي الفرصة الاخيرة لفريرا المدير الفني لنادي الزمالك ما